رحلة جديدة يسافر بها العراق نحو تعزيز العلاقة الدبلوماسية والدولية يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظم برفقة طاقم حكومي كان قد نجح في زيارات سابقة من توطيذ الشراكة بين بغداد ودول العالم الغربي الحوارات الاستراتيجية السابقة مهدت لرحلة الكاظم الجديدة ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك والتي تحمل أهمية كبيرة من حيث مشاركة شخصيات رفيعة المستوى وتنتظر بغداد من تلك المشاركة نظرا لأهميتها قراءة ورقتها السياسية والأمنية والاقتصادية على طاولة دولية تدفع بتعزيز الاستقرار في العراق وأهميته من حيث المشاركة في محافلة دولية نجح فيها سابقا الكاظمي مثقل بملفات عالقة سيما السياسية منها والاقتصادية التي عمقتها تداعيات الحرب على أوكرانيا وكورونا من قبله تأتي أهمية هذا الملف من أهمية العراق النفطية أما عن قراءة الزيارة الأمريكية فلها حسابات في الأوساط السياسية التي تنقسم إلى مؤيد ومعارض من حيث التدخل الأجنبي في شؤون البلاد فيما يعتبرها مسؤولون بأهمية بالغة لأجل دعم العراق في محاولة تشكيل الحكومة والالتفات لملفات مهمة أبرزها القضاء على الفساد وتحسين مستوى الاقتصاد على حد سواء اشتركوا في القناة